بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل أبطال السنة الأولى متوسط كما أخبرتكم السابقا سنحاول أن نراجع ونتذكر مع بعض أهم الدروس اللي درسناها في السنة الخامسة ابتدائي ونحتاجها في السنة الأولى متوسط فهذه الحصة إن شاء الله لدينا جمع وطرح أعداد عشرية ولدينا أيضا ضرب عدد عشري في عدد عشري هذا درس مهم يا أبطال ونحتاجه في السنة الأولى متوسط تابعوا معي مليح مليح وتنسوش الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة إذن مع بعض سنكمل حل التمرين لدينا التمرين الرابع طبعا قمنا بحل التمرين الأول والثاني والثالث في الحصة الأولى سأترك لكم رابط الحصة في صندوق الوصف التمرين الرابع أنجز العملية الحسابية التالية عامودية لدينا العملية الأولى 65.65 زائد 66.43 ماذا نلاحظ هنا يا أبطال لدينا العدد الأول عدد عشري عدد بالفاصلة ولدينا العدد الثاني أيضا عدد عشري عدد بالفاصلة ماذا سنفعل هنا تابعوا معي إذن أولا سأكتب العدد الأول كما هو لدينا 6.5 فاصلة نكتب هكذا 6.5 إذن 65.65 قلنا العدد الثاني لدينا عدد بالفاصلة ماذا سأفعل أولا سأضع الفاصلة تحت الفاصلة هكذا مفهومي أبطال نكتب هكذا لدينا قلنا عملية جامع ثم ماذا سنفعل إذن هنا لدينا الجزء الصحيح وهنا لدينا الجزء العشري نبدأ أولا بالجزء الصحيح أول رقم جاء بجانب الفاصلة لدينا 6 نكتب الأرقام بترتيب هكذا ثم لدينا 6 ثم هنا لدينا ماذا لدينا 4 لدينا 3 ننجز الآن العملية أضع أولا الفاصلة تحت الفاصلة هكذا نجمع الآن عادي نبدأ بالعمود الأول 5 زائد 3 5 زائد 3 8 6 زائد 4 6 زائد 4 10 إذن أكتبه 0 ونكتبه 1 هنا أعتقد بالواحد إذن 1 زائد 5 زائد 6 11 لدينا 12 أكتبه 2 هنا ونكتبه 1 هنا الآن 1 زائد 6 زائد 6 يساوي 13 إذن هنا لدينا 132.08 إذن هذا فيما يخص العملية الأولى العملية الثانية لدينا 700 و75 زائد 87.123 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هنا لدينا عدد طبيعي وهنا لدينا عدد عشري عدد بالفاصلة ماذا سنفعل يا أبطال؟ إذن هنا 775 قلنا أي عدد طبيعي نستطيع كتابة العدد هكذا يعني لدينا هنا 775 نستطيع أن نكتب العدد هكذا لاحظوا معي 775 فاصلة 0 أو نكتب 0 هكذا عادي نضيف فاصلة ونضيف أصفار هادي إذن هنا ماذا سأفعل يا أبطال؟ لاحظوا معي في العدد الثاني لدينا كم من رقم جاء على يمن الفاصلة لدينا رقم واحد إثنان ثلاثة ثلاثة أرقام إذن نكتب هذا العدد أولا كما هو 775 ثم أكتب فاصلة وأضيف ثلاثة أصفار هنا لتسهيل العملية يا أبطال أضيف ثلاثة أصفار هكذا نكتب زايد الفاصلة تحت الفاصلة هكذا نكتب الهدد الثاني إذن لدينا أول رقم جاء بجانب الفاصلة 7 أكتب 7 ثم ثم ثمانية وهنا نكتب واحد اثنان ثلاثة إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة لدينا هنا مكان فارغ ماذا سنفعل لتسهيل العملية أيضا سأضع صفر هكذا الآن نجمع عادي أضع زائد هنا عفوا نجمع الآن عادي لك قبل هذا أضع الفاصلة تحت الفاصلة إذن لدينا سبعمائة وخمسة وسبعون زائد سبعة وثمانون فاصل مئة وثلاثة وعشرون يساوي ثمانمائة واثنان وستون فاصل مئة وثلاثة وعشرون العملية الثالثة الآن لدينا سبعة وثمانون فاصلة ثلاثة زائد تسعة فاصلة أربعة إذن سأقوم بكتابة العدد الأول كما هو هنا نلاحظ أن لدينا العدد الأول عدد بالفاصلة ولدينا هنا عدد بالفاصلة نكتب العدد الأول كما هو ومن ننسوش الفاصلة يا أبطال حكما ثم لدينا زائد زائد ماذا زائد تسعة فاصلة أربعة أضع الفاصلة تحت الفاصلة هكذا إذن أول أرقم لدينا تسعة أكتب تسعة هنا هنا لدينا أربعة لدينا مكان أفارق هنا سأكتب سفر ثم نجمع عادي قبل هذا نضع الفاصلة تحت الفاصلة إذن سبعة وثمانون فاصلة ثلاثة زائد تسعة فاصلة أربعة يساوي ستة وتسعون فاصلة سبعة العملية الرابعة الآن لدينا عملية الطرحة ستمائة وواحد وعشرون فاصلة خمسة وستون ناقص ستة وستون فاصلة تسعة وأربعون لدينا هنا عدد بالفاصلة وهنا لدينا عدد بالفاصلة إذن ماذا سنفعل أولا سنقوم بكتابة الهدد كما هو إذن الهدد الأول طبعا نكتب فاصلة هكذا يهمني ترتيب الأرقام يا أبطال نكتبها كما هي إذن ستمائة وواحد وعشرون فاصلة خمسة وستون هنا لدينا ناقص ناقص ستة وستون فاصلة تسعة وأربعون لدينا عدد بالفاصلة إذن أولا سنضع الفاصلة تحت الفاصلة هكذا وهذه ركز معهم لحملة بعد كتابة العدد الأول نقوم بوضع كتابة الفاصلة تحت الفاصلة لدينا ستة وستون فاصلة تسعة وأربعون بترتيب هكذا ستة ستة وهنا أربعة وهنا تسعة شوفوا معايا الرقم تحت الرقم هكذا بترتيب لدينا هنا مكان فارغ لتسهيل العمل يسأل أضعوا سفر هكذا الآن نطرح عادي خمسة ناقص تسعة خمسة ناقص تسعة لا نستطيع إذن ماذا سنفعل؟ أستلف وأرجع بحيث هنا لدينا خمسة عشر وهنا لدينا خمسة إذن خمسة عشر ناقص ستة كم يساوي؟ ناقص تسعة عفواً خمسة عشر ناقص تسعة يساوي ستة ستة ناقص خمسة أربعة زائد واحد ستة ناقص خمسة لدينا واحد واحد ناقص ستة لا نستطيع إذن أستلف هكذا وأرجع هنا إحدى عشر ناقص ستة إحدى عشر ناقص ستة لدينا كم يأبطال؟ لدينا خمسة جيد هكم تتبعوا معايا إذن إثنان ناقص ستة زائد واحد إثنان ناقص ستة لا نستطيع إذن أستلفه بحيث هنا تصبح لدينا إثنى عشر وما ننساوش الرجع قبل باش ما ننساوش أبطال بحيث هنا لدينا واحد إذن إثنى عشر ناقص سبعة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر لدينا خمسة ستة ناقص واحد لدينا خمسة إذن ستمائة وواحد وعشرون فاصلة خمسة وستون ناقص ستة وستون فاصلة تسعة وأربعون يساوي خمسمائة وخمسة وخمسون فاصلة ستة عشر لدينا الآن العملية الخامسة عملية طارح إذن لدينا عدد بالفاصلة لدينا عدد بالفاصلة سأقوم بكتابة العدد الأول كما هو أولا إذن هكذا ثم ماذا سنفعل يا أبطال هيا يساوي أضع الفاصلة تحت الفاصلة هكذا ثم لدينا سبعة وثمانون فاصلة ثلاثة عشر سبعة ثمانية واحد ثلاثة إذا رأكم تتبعوا معايا ومن بعد تحاولوا تنجزوا هذه العملية تحدكم طبعا بإذن الله ستتمكنون من إنجاز العملية الحسابية عامديا فيما يخص جامع وطارح أحداث عشرية إذن هنا لدينا مكان فارغ سفر هكذا ثم قلنا الفاصلة تحت الفاصلة هذا مهم جدا هكذا نطرح الآن سفر ناقص ثلاثة سفر ناقص ثلاثة لا نستطيع أستلف وأرجع بحيث هنا يصبح لدينا عشرة وهنا واحد زائد واحد اتنى عشرة ناقص ثلاثة لدينا سبعة جيد خمسة ناقص اتنان لدينا ثلاثة سبعة ناقص سبعة لدينا سفر تسعة ناقص ثمانية لدينا واحد إذن سبعة وتسعون فاصلة خمسة نقول أو فاصلة خمسون ناقص سبعة وثمانون فاصلة ثلاثة عشر يساوي عشرة فاصل سبعة وثلاثون العملية الأخيرة لدينا عملية الضرب إذن ستمائة وسبعة فاصلة ثلاثة في تسعة فاصلة أربعة هنا فيما يخص إنجاز العمليات عموديا إذا كان عندي ضرب عدد عشري في عدد عشري منتبعش هذه الطريقة ولازم يكون عندي ترتيب ولازم تكون الفاصلة تحت الفاصلة لا نضع الأعداد عادي كأنه ما عنديش فاصلة خلاص الفاصلة نشوفوا معاها في النتيجة خلاص منتالي إذن لدينا ستمائة وسبعة فاصلة ثلاثة في ماذا؟ في تسعة فاصلة أربعة نكتب عادي ننشي سؤال عملية الآن نظر الرقم الأول إذن أربعة في ثلاثة أربعة في ثلاثة إثنى عشر أكتب إثنان وأحتفظ بالواحد هنا أربعة في سبعة ثمانية وعشرون زائد واحد تسعة وعشرون أربعة في سفر سفر زائد إثنان إثنان أربعة في ستة لدينا أربعة وعشرون ثم ماذا سنفعل؟ أضع السفر تحت رقم الوحدات إذن نكمل الآن تسعة في ثلاثة تسعة في ثلاثة تسعة زائد تسعة زائد تسعة لدينا كم يساوي أبطال؟ سبعة وعشرون جيد أكتب سبعة وأحتفظ بإثنان أين؟ أحتفظ بها هنا ثم لدينا تسعة في سبعة تسعة في سبعة كم يساوي؟ لدينا تسعة في ستة أربعة وخمسون ثم تسعة في سبعة لدينا ثلاثة وستون جيد ثلاثة وستون زائد اثنان ثلاثة وستون خمسة وستون أكتبوا خمسة وأضعوا إثنان هنا خمسة وستون عفوا أضعوا ستة ثم تسعة في سفر لدينا سفر زائد ستة ستة أحسنتم تسعة في ستة لدينا أربعة وخمسون أربعة وخمسون بعد ذلك ماذا سنفعل؟ سنجمعوا النتيجة الأولى زائد النتيجة الثانية وراكم تلاحظوا لحد الأراني ما شفتش خلاص مع الفاصلة نجمع الآن إثنان زائد سفر إثنان زائد سفر إثنان تسعة زائد سبعة لدينا تسعة ستة عشر أكتبوا ستة وأحتفظ بواحد هنا واحد زائد إثنان زائد خمسة سبعة ثماني أربعة زائد ستة عشر أكتبوا سفر ونحتفظ بالواحد واحد زائد اثنان زائد أربعة سبعة هنا خمسة بعد ذلك ماذا سنفعل؟ نرجع للفاصلة الآن نضع الفاصلة لدينا هنا كم من رقم جاء على يمين الفاصلة لدينا رقم واحد هنا وهنا لدينا كم من رقم جاء على يمين الفاصلة لدينا رقم واحد أيضا إذن رقمان هنا لدينا رقم واحد وهنا لدينا رقم واحد على يمين الفاصلة أخذ كم من رقم واحد اثنان وأضع الفاصلة هنا إذن شوفوا معي إذا كان عندي عدد عشري في عدد طبيعي مثلا لدينا ستمائة وواحد في خمسة فاصلة واحد هنا مطلوب منه أن ننجيز هذه العملية عموديا تبهم ها يملح أكتبوا ستمائة وواحد كما هي ونشوف الشخلاص مع الفاصلة هنا خمسة فاصلة واحد ماذا سنفعل؟ نكتبها كذا فيه نكتب عادي كأنه ما عنديش فاصلة هنا الفاصلة تحت الفاصلة هنا ما يهمنيش يا أبطال في عملية الضرب ننجز الآن العملية واحد في واحد لدينا واحد واحد في سفر سفر واحد في ستة لدينا ستة أضعوا السفر تحت النتيجة الأولى ثم نقم تحت رقم الواحدة طبعا خمسة في واحد خمسة خمسة في سفر سفر خمسة في ستة ثلاثون الآن ماذا سنفعل؟ نجمع النتيجة الأولى زائد النتيجة الثانية واحد زائد سفر واحد سفر زائد خمسة خمسة ستة زائد سفر ستة نكتب سفر ثلاثة عادي إذن الآن نرجع للفاصلة العدد في الفاصلة أين هو؟ هذا العدد كم من رقم جاء على يمين الفاصلة؟ عندي هذا اليمين وهذا اليسار رقم واحد فقط نرجع النتيجة إذن نأخذ رقم واحد فقط وأضع الفاصلة إذن ستمائة وواحد في خمسة فاصلة واحد نجد ثلاثة آلاف وخمسة وستون فاصلة واحد إذن هذا فيما يخص حصة اليوم نتنزوج الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة إذن دمتم سالمين وفي دعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى